عبر الإخبارية الأولى في الجزائر نضعكم من خلالها في صورة آخر الأخبار وآخر المستجدات وكما عودناكم مشاهدين خلالكم لبداية موعدين إخباري تكون لنا إطلالة لمعرفة آخر مستجدات الوضعية الجوية وتلتحك بنا زميلة هنا خواطرية في هذه الأثناء أهلا بك هنا أهلا بك ريضا وأهلا بكم مشاهدين الكرامس الخير نعم هنا تفضلي شكرا إذن إن شاء الله خلال يوم الجمعة سيكون في ارتفاع في درجات الحرارة القصوى عن المعدل الفصلي وهذا خاصة فيما يخص الولايات الغربية والوسطى الغربية السحلية منها وكذلك الداخلية إذن ستقارب 28 درجة بإذن الله على كل من وحران عند موشنت مست غانم كذلك الجزائر العاصمة بإذن الله حتى على شلف غليزان واسيدي بالعباس ستقارب إن شاء الله 26 درجة على تلمسان ومعسكر بالنسبة لعين الدفلة الجلفة والتيارة أيضا في حدود 28 درجة كذلك على نعمل بيد مشرية ولو أن درجات الحرارة الدنيا ستكون منخفضة إلا أن القصوى تبقى دائما مرتفعة نوعا ما خلال يوم الجمعة عن المعدل الفصلي وتصل حتى 24 درجة إذن بإذن الله خلال حتى يوم الغد إن شاء الله يرتقى بكم في درجات حرارة نوعا ما مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية فيما يخص أغلب المناطق الشمالية دائما الغربية والوسطى وخلال يوم الجمعة ستكون مرتفعة عن المعدل الفصلي بإذن الله إذن ستصل حتى 28 درجة وهذا كأعلى مقياس على العموم ستتراوح بين 22 إلى 28 درجة على الولايات الغربية والوسطى الساحلية منها وكذلك الداخلية أما على المناطق الشرقية تحديدا كل من باتنا تبسا خنشلاق سنتينة سطيف أم البواقي بورز بوري ريج غال مطارف سقه راس حتى على عنابة ديجلس كيكدا بجاية فستكون نوعا ما يعني في المعدل الفصلي تتراوح بين 17 حتى 20 درجة بإذن الله هالمناطق الجنوبية الوضعية الجوبية بإذن الله ستكون مستقرة على العموم وفقط سيكون فيه دائما تطاير زوابع رملية فيما يخص المناطق الجنوبية ولهذا كان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوبية تنبيه يخص كل من ولاية إذن أدرار كذلك بورج بجي مختار وإن صالح بهبوب رياح قوية تقارب 50 كم في الساعة مرفقة دائما بتطاير كتيف للزوابع الرملية ورداء في الرؤية كانت بداية من التاسع من صباحة اليوم وتستمر إلى غاية منتصف ليلة اليوم بإذن الله على الأقل لأنه يرتقب كذلك خلال يوم الغد نبقى ونسجد دائما تطاير كتيف للزوابع الرملية والرياح تقارب دائما حوالي 50 كم في الساعة على أغلب المناطق الجنوبية نعود نرجى فقط بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى على الولايات الجنوبية 32 درجة كعلى مقياس بورج بجي مختار وإنجزان بالنسبة لإن صالح أدرار تيمياوين ورقان 28 درجة بالشعر كما نلاحظوا الكتلة الهوائية الحارة ستخص بكثرة الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الجزائري تندوف ستقارب 28 درجة بالشعر غردايا زلفان المنيعة سنسجل في حدود 23 إلى 25 درجة إليزي جانت وإنميناس ستقارب إذن الله في حدود إن شاء الله 25 درجة وكما قلت سيمة التقص فيما يخص الولايات الجنوبية خلال هذه الأيام يعني خلال يوم الغد وكذلك الأيام القليلة المقبلة نبقى دائما سجلوا تطاير كتيف للزوابع الرملية والارتفاع في درجات الحرارة القصوى بما يخص الولايات الغربية والوسطى أما عن تساقط الأمطار فكما نلاحظوا تشير النماذج الرقمية أن الوضعية الجوبية ستكون مستقرة إلى غاية يوم السبت على الأقل لأنه يرتقب نبقى من سجلوا وضعية جوبية مستقرة إلى غاية نهاية شهر فيفريل للأسف يعني ما رحش يكون فيه تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة إن شاء الله يعني ممكن تتغير النماذج الرقمية خلال الساعات القليلة المقبلة دائما يبقى العلم لله فيما يخص مشاهدين حالة البحر اليوم الغد فسيكون هادئ وجميل على أغلب السواحل الوسطى والغربية رياح للهوم ستتراوح بين 20 إلى 25 كم في الساعة بينما على السواحل الشرقية البحر سيكون مصدر بنوعا ما رياح تقارب 50 كم في الساعة اتجاه الأمواج سيكون غربي إلى شمالي غربي وعلو الأمواج سيتراوح بإذن الله بين المتر حتى المترين ونصف خاصة فيما يخص كل من القالس كيك دعنا باجيج البجاية الزفون ودلس إذن سعلو الأمواج يقارب الميترين ونصف خلال يوم الغد بإذن الله إذن مشاهدين خلال يوم الجمعة سيكون في ارتفاع في درجات الحرار القصوى عن المعدل الفصلي تقارب 28 درجة تقريبا على أغلب الولايات الغربية والوسطى وأكيد أكثر تفاصيل ستكون في موعدنا الإخبارية اللاحقة أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك ريدان شكرا جزيلا لك أنا خواطري على هذه التفاصيل الجوية للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا النهار منصتكم الإشهارية اختر منصتك لإعلان إشهارك أول موقع إخباري في الجزائر تويتر، إنستجرام، فيسبوك، يوتيوب للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر